طيب تعالوا نشوف الصفقات في مصر وصلت لحد فين في يناير خاصة حافظة 24 ساعة كل نادي عمل ايه حتى هذه اللحظة واحد واحد تعالوا نبدأ بيه النادي الاهلي هم نتكلم بفضل الانتقالات الشتوية الحالية النادي الاهلي تعاقد مع محمد الضو كريستو لاعب النجم السحالي تعاقد مع خال عبدالفتاح لاعب سموحة تعاقد مع مروان عطية لاعب للتحاد وتعاقد أخيرا مع أحمد الكندوسي لاعب وفاكستيف الجزائري نادي عزة مالك صفقة واحدة حتى الآن هو ناصر منسي البنك الاهلي وأحمد بالحاج لعب أسوان في الطريق حرس الحدود تعاقد مع اللعب المخضرم أحمد علي لاعب من كون العرب وإسلام جمال من فاركو بلانتين أودو من أبايا ويرزر النيجيلي غزة المحلة تعاقد مع حازم مرسي من الإسماعيلي وأحمد غضا من وادي دجلة أيضا نادي أسوان تعاقد مع بلال السيد لاعب الاتحاد وعلى سلامة لاعب فاركو وسيف العجوز لاعب الجونة وعماد الكابو لاعب سانتا كلومو الأندوري وحسام عرفات لاعب أمبي ومحمد المرسي لاعب أمبي أما طلع الجيش فتعاقد مع فريق شوقي من المصري ومحمود وادي من بيرامدز الاتحاد تعاقد مع محمد محمود من الأهلي وعمار حمدي من الأهلي المصري تعاقد مع شريف دابو لاعب سيراميكا كلوباترا ورجب عمران لاعب سيراميكا كلوباترا وعبدو يحيى من غزل المحل على سبيل العارة سيراميكا كلوباترا تعاقد مع محمد عنطر لاعب المصري البنك الأهلي تعاقد مع فراس بن عيفية لاعب أسنان كامباني وابيرامدز تعاقد مع أحمد توفيق من البنك الأهلي سموحة تعاقد مع حسام حسن من الأهلي زياد طارق من الأهلي ومصطفى سعد ميسي من الأهلي ومحمد مغربي من الأهلي طيب طيب دي أبرز الأسماء تعاقدات الأندية في الفترة الأخيرة فترة الانتقالات الشتوية الحركة حركة متوسطة مش حركة كبيرة وبطبيعة الحال دايما بفضل انتقالات الشتوية ما بتبقاش الحركة فيها كبيرة كل نادي بيشوف كام احتياج ليه ويكمل القائمة بتاعته ما بياخدش عدد كبير من اللاعبين بياخد اللي هو محتاجه وبس عشان برضه ما فيش أندية كتير بتسيب لعبتها في نص الموسم عشان تباعها يعني نادرة يعني لكن في الصيف بتبقى الأمور مختلفة تماما خطة وشغل وحاجات بيتغير وأجهزة في النهاية بتتغير وبالتالي أجهزة في النهاية بتغير مش عالف بقولي الكلام اللي هو بتاع أوروبا داي احنا أجهزة في النهاية عندها بتتغير كل 3-4 تيام يعني لكن هو في العادي في بره يعني في بلد بره يعني بنهاية الموسم الموديل الفني بتغير فممكن يبقى عايز تشكيلها مختلفة لعيبة مختلفة فبيجيبوا لعيبة مختلفة في الصيف حركة اللعيبة مختلفة لكن احنا طبعا احنا المدربين بتغيروا عندنا اكتر من لعيبة نفسها